بيبدأ في المينة النهاردة مع الممرضة غوين وهي واقفة قدام مريضة لكنها بتفصل عنها الأكسوجين وبتخلي الوفاة تبين انها طبيعية وبتخرج وبتعمل نفسها متأثرها لكن في دكتورة بتشك في غوين وبنروح لميرا وجوزها وتود وبنعرف ابن ابنهم عنده مرض دمور العضلات وبتبقى الممرضة بتاعتهم غوين وبتتكلم ميرا مع صديقتها كارين وبتقول لها ان ابنها متعلق بغوين بس هي مش متطمنة لها وفي يوم الطفل كان بيلعب لكن بيقع وبتيجي ميرا وتلوم غوين اللي بتقول لها ان العكاز تكسر وده مزنبها وبتكلم ميرا الدكتورة كلير عشان تجيب لها عكازات وبعد كده بتعتذر ميرا لغوين عشان عملتها باسلوب وحش وغوين بتقول لها انها متدقيت وبتروح ميرا تحضر جلسات مع أولياء الأمور اللي عندهم أطفال عندهم نفس المرض بتاع ابنها وبنشوف اني نفسيتها تعبانة جدا بسبب مرض ابنها وبعد كده بتدي غوين ميرا شاي وبتقول لها عيسا عيدة ترايح عصابها وبتنام بعد كده ميرا وبتيجي الدكتورة كلير وبتكون هي نفس الدكتورة اللي في أول الفيلم مش بتفتكر غوين وبتقول لها انها جابت العكازات لماكس وبتحاول تطلع له بس غوين بتمنعها وبتقول لها انه نايم كلير بتقول لها انها شافتها قبل كده بس مش فاكرة فين بتروح غوين بيت كلير وبتديها حق نسمة وبتقول لها هي شافتها فين وبتسيبها تموت وبعد كده واحد بيكلم ميرا واسمه ديفيد وبيقول لها ان ابنه عنده نفس مرض ابنها لكن الممردة ساعدته وخلت حالته تتحسن وبتبقى غوين هي اللي بتكلم ميرا وبعد كده بتفتر ميرا معاليتها وبتيجي كارين والعصير بتكبع الأميس طود وأميسه بتوسق وبيقلعه وبتبص غوين بصات غريبة وبتاخد الأميس عشان تنظفه وبتشوفها كارين وهي بتشم الأميس بطريقة غريبة كأنها معجبة بتود وبالليل بيكلم ديفيد ميرا لها كلام حلو بس هي بتستغرب كلامه وبتظهر غوين وبتقول لها انها سمعتها وهي بتكلم ديفيد وبتحاول تخليها تحبه لكن ميرا مش بتهتم بالكلام ده وتاني يوم بتقول غوين لتود ان ميرا بتكلم واحد اسمه ديفيد بس هو بيقول لها انه عارف وميرا حكيت له كل حاجة وبعد كده بتحضر غوين الفطار وبيقول لها تود انه مستغرب ليه ميرا بتنم طول النهار وغوين بتقوله ان ميرا بتكلم ديفيد طول الليل وبتحاول تشككه في مراته لكن تود كان واصق فيها وبعد كده بتصحى ميرا وهي مستغربة ليه هي نامت كل ده وبتكلمها صاحبتها كارين وبتشكرها على الورد اللي بعطته وبتعرف ميرا ان غوين هي اللي بعطت الورد وبتزعق لغوين عشان هي دورها بس تراعي ماكس بس ميرا بيغم عليها ولما بتفوق بتبقى عايزة تروح للدكتور بس غوين بتقول لها انها تاخد عينة من دمها وبيشوفها تود وبيلاقيها بتتكلم مع ديفيد وبيحس بالغيرة بتشكر ميرا غوين على المجهود اللي بتعمله معاهم وبتطلب منها تاخد اجازة تخرج مع صحابها لكن غوين بتقول لها انها مبسوطة بالقعدة معاهم وبيجي الميرا رسالة من واحد اسمه ويبر وبيقول لها تاخد بلها من ديفيد وبتروح ميرا تتكلم مع كارين وبتقول لها ان نتيجة التحاليل تلعت سليمة بس كارين بتقول لها ان الافضل تروح للدكتور وبيجي الميرا رسالة من ويبر وبيطلب يقابلها وبتنصحها كارين انها تقابله في مكان عام وبتقابل ميرا ديفيد الحقيقي وبيقول لها ان ما عندوش ابن عنده دمور في العضلات ولا حاجة وبيحكي لها ان امراته كانت مريض السرطان بس كانت بتتواصل مع حد في الفترة الاخيرة واقناعها توقف العلاج وبيكون توم بيرائبة في الوقت ده وبنروح لكارين اللي بتروح تتكلم مع غوين وبتقول لها انها فهمها على حقيقتها وغوين بتستغرب ازاي كارين بتكلمها كده في فيتها وكارين بتقول لها انها عارفة انها بتخطط فعلا لانه يبقى بيتها وغوين بتتعصب وبتدربها بحاجة على دماغها وبيغم عليها وبتاخدها على عربيتها وبتديها حق نسمة وبتموت كارين وبعد كده بيكلم تود غوين ويقول لها ان مراته بتخونه وبتروح بيت ديفيد وبنعرف ان كانت ممرضة بتاعت مراته وحاولت تغريه لكن صدها وكمان بتعترف لي ان هي اللي كانت بتتواصل مع مراته عشان تبطل علاج وهو بتعصب عليها لكنها بتقتله وبنروح لتود اللي بيروح البيت وواصل اقران وبتساعده غوين وبتطلعه قودته وبتحاول تغريه لكنه بيرفضها وميرا بيجي لها رسالة من ديفيد الحقيقي وبتلاقي ان فيه كلمة معينة بيقررها ديفيد المسايف كتير وبتشك في الموضوع وبتدخل قودة غوين بتلاقي ادوية مخدرة وبتصورهم عشان تبقى دليل وبتكلم تود تقوله على اللي عرفته وبتقوله انها عاد بلغ الشرطة بس لما تيجي غوين وبسبب ارتباك ميرا بتعرف انها كشفتها وبتهددها بابنها ماكس وانها خطفاء وغوين كانت عايزة تديها جرعة زيادة من المخدر ويباني ان موتها انت حار بس بتهرب ميرا وغوين بتجري وراها بس ميرا بتضربها وبيغمع على قوين وبنشوف بعد كده ميرا سعيدة معالتها وبنعرف ان غوين استجنت والفيلم بيخلص على كده موسيقى